نكملين فقراتنا الصباحية هذه ورح ننتقل إلى فقراتنا الطبية وتخص كثير من الصباحية وخصوصا بهذا الجو الآسي والجاف خلينا نقول وكثير من التغيرات البيئية إن كانت حتى صحية أو جسدية أو نفسية أكيد كلها لتأثيرات على بشرتنا وشو ممكن تسبب لنا اليوم مشاكل وشو هي هي المشاكل اللي ممكن تعملنا ياه وطريقة الحل الصحيح أهم شي بدون ما نخبس بالكريمات والإشياء والأدوية أكيد عفاف اليوم عندنا أنواع عديدة للبشرة ولكن هلأ بفصل الشتاء بتكون البشرة جافة وناشفة طب اليوم نحن كيف قادرين نحصل على بشرة صافية وخالية من الندبات والشوائب كيف ممكن نعطني فيها شهو الروتين اليومي رح نوضح تفاصيل كثيرة ونصائح هديدة رح تخبرنا عنهم ضيفتنا لليوم الاقتصاصية الجلدية والتجميل وعناية البشرة الدكتورة غزل عتيق سعد صباحك دكتورة أهلا وسهلا فيك صباح الخير دكتورة أهلا وسهلا فيك يعني مشاكل الصبايا ما بتخلص وخصوصا مشاكل البشرة والوش إن كان حبوب شباب وإن كانت هي ولكن بفصل الشتاء فيه عنا مشاكل كتير خاصة بهذا الفصل وخلينا نحكي عن هاي المشاكل الأكتر شيوعا بهذا الفصل وبعدين رح نتقل للحلول نعم هلا بفصل الشتاء عامة تزايد الكثير من المشاكل بس رح أختص بالذكر على أشياء مشكلة واللي هي جميع أنواع البشرة بتتعرض له حتى البشرة الدهنية اللي هو جفاف البشرة بسبب انخفاض درجات الجو انخفاض الرتوبة تعرض بشرتنا للهواء الجاف بجرد طبقة الجلد من الزيوت الطبيعية اللي عم تحمي بشرتنا أيضا الحمام الساخن المتكرر اللي نحنا بنعمله بشكل يومي ومثل ما بنعرف نحنا بفصل الشتاء بيكثر الإصابة بمرض الإنفلونزا وبالتالي نحنا مشان نوقي نفسنا منغسل إيدينا بشكل متكرر منحط عليهم كحول حقيقة كل هاي العوامل بتأدي لجفاف البشرة أنا ماني عم أحكي عن جفاف البشرة بس بالوجه لا وإنما أيضا تشقق الشفاه جفاف اليدين تشقق الأكواع وكعب القدمين بترافق مع هذا الجفاف الحكة أيضا بالنسبة للحلول أكيد أول وأهم حل هو شرب الماء نحنا منهمل موضوع شرب المياه بفصل الشتاء كونه ما منشعر بالعطش مثل فصل السيف وبالتالي منقلل من كمية شرب الماء لهذا أول حل وأهم حل أنه نحنا نشرب ما لا يقل عن لترين أو لترين ونصف يوميا من الماء التدليق بالزيوت النباتية من فترة إلى أخرى أيضا بتوقينا من موضوع الجفاف بس الشتاء شوفي زيوت نباتية اليوم بتناسب كلي البشرات شوفي ما في زيت بناسب كل البشرات صراحة حسب كل بشرة تماما على حسب كل بشرة ممكن بشرة تتحسس من زيت الزيتو ممكن بشرة يناسبة زيت جوز الهند بشرة أخرى يناسبة زيت الحلو هذا الموضوع متغير من بشرة إلى أخرى الغذاء الصحي أيضاً شيء أساسي بفصل الشتاء بالإضافة لأهم حل اللي هو الترتيب والأهم من الترتيب أنه نحن نعرف نختار المرتب المناسب لنوع بشرتنا من أشعاء والأكثر تداولاً هو الفازلين الفازلين صراحة نسحر بموضوع تشقق الشفاء الأكواع وحتى كعب القدمين نحن نحط طبقة على كعب القدمين ومنلبس الشراب يعني فمنحافظ على رتوبة الكعب القدم لأطول فترة ممكنة تمام يعني حكينا كثير عن المشاكل اللي ممكن تصيب البشرة خلال فصل الشتاء ووضحنا بعض الحلول طيب اليوم يمكن في عنا تقنيات حديثة بنسمع عنا عم تعطي نتيجة حلوة بهذا الموضوع إذا نحن عم نحكي أنه البشرة عم تكون جافة اليوم في تقشيرات معينة أو مرتبات اليوم بتنصحي أنه صبية تستخدمها أو خلطات ممكن تكون طبيعية من البيت تمام هلأ أنا رح أحكي عن تقنية حديثة هي من أحد نتائج هي التقنية هو ترتيب البشرة تقنية المورفيوس متواجدة باعدتنا تقنية المورفيوس هي تقنية حديثة موافقة عليها من قبل الـ FDA ما بتطلب أي تدخل جراحي اللي بتناسب الأشخاص اللي بدون يسحسنوا من رطوبة البشرة من المرونة تبع البشرة بالإضافة للشد الهاندل القبضة يعني بتحتوي على مايكرو نيدلينج قبر دقيقة بالإضافة لراديو فريكوينسي الراديو فريكوينسي هي الموجات الفوق صوتية المركزة على الكثافة هدول الشغلتين بيعززوا من إنتاج القلاجين وبالتالي نحن كل المشاكل اللي بالبشرة بتتحسن طبعاً عدد الجلسات من جلسين لثلاثة سنوياً لحتى نحن نحافظ على النتائج اليوم دكتورة يمكننا أي صبية بتعاني من أقلة مشكلة خلينا نقول فوراً بتقلك أنا الحل المناسب لقلي قبرت نظارة إذا ما نفعت ما بتضرع القليلة خلينا نحكي عن قبر النظارة إنتا فينا ناخدها بالضبط وشو الفرق بينها في مننا أنواع بتناسب كل البشرة أوكي هلا قبر النظارة هي قبر آمنة أغلبها ما بسبب أي حساسية بتنعمل فصل الشتاء بتنعمل بفصل الصيف نتائجة بتظهر مع تقدم الوقت وكل ما مشي يعني كل ما مشي الوقت نحن نحن نحس بتحسن أفضل قبر النظارة مثل قبر الهيالورونيك أسد الهيالورونيك أسد هو عبارة عن جزيئات ماء بيفوت على طبقات الجلد بيرتبها وبيشدها بالإضافة لأنه هو بيعمل ملء طبيعي للخطوط الدقيقة مثل قبرت البروفايلو الشهيرة هي عبارة عن قبرت الهيالورونيك أسد عنا القبر اللي بتحتوي على هي مادة مضادة للأكسدة بتفتح لون البشرة وبتمنع من التصبغات أيضا من القبر نظارة مهمة اللي هي قبرت اللي بتحوي على أحماض أمينية مثل حمد البوليلاكتك اللي بيتغلغل للطبقات الجلدية العميقة وبيحفز من الخلايا المنتجة للكولاجين مثل إبرة سكالبترا كمان أكيد كتير سمعانين عنها كمان نوع من أنواع اللي هو يعتبر أبر نظارة اللي هو البلازما بي أربي البلازما بي أربي هي البلازما الغنية بالصفايحات الدموية هاي الصفايحات بتحتوي على عوامل نمو بتحفز من انقسام الخلايا وبالتالي بتعيد تجديد نفسها وبناء نفسها بيبقى عندنا الميزوثيرابي أيضا يعتبر من إبر النظارة هي عبارة عن فيتامينز إبر مغزية نحن ممكن نستعملها للشعر وأيضا للبشرة تمام بعد ما وضحنا أنواع إبر النظارة اليوم دكتورة بتلاقي كتير من الصبايا السيداتي بلجأوا لإجراءات تجميلية كتير للبشرة طيب هاي الإجراءات شو تأثيرها اليوم سلبا على البشرة وخلينا نوضح أكتر شو هي المدة المطلوبة بين كل إجراء لحتى نكون ماشين صح تمام هلأ شوفي بالنسبة لموضوع التجميل خاصة نحن ما لازم يكون في شي عشوائي لأنه نحن عم نحكي عن نتيجة مثالية يعني بدها كميات مدروسة وأوقات محددة مثلا حقن البوتوكس نحن لازم نترك ثلاث أشهر على الأقل فاصل كمدة زمنية بين كل حقن وحقن لأنه إذا نحن حقن بأقل من هاي الفترة البوتوكس سيشكل عنا مقاومة بالعضلات وبالتالي ما منعود من الاستفاد أيضا الديرما بينجي انا كتير بسمع صبايا بعملوها بشكل عشوائي ممكن كل 15 يوم لا نحن بالديرما بين عم نعمل سقوط دقيقة بالبشرة وبالتالي عم نحرض الرد الفعلي الإلتهابي لحتى ننتج كلاجين هذا الشي بده وقت بده فترة تقريبا 30 يوم لحتى ترجع البشرة تعيد بناء نفثة وتشفى فأنا لما بعمل قبل هاي الفترة ممكن يصير أجزية للبشرة وتاخد فعل عكسي إنه نحن ما ناخد فائدة بالعكس عمام دور بشرتنا بالنسبة للفلر نحن مفضل دائما يكون في فترات تقريبا ست أشهر بين كل حقن وحقن لحتى نتفاضى موضوع التكتلات موضوع حالة الفلر المهاجر أو حتى مثلا إذا تلاحظوا الصبية اللي كل شهر بدي أحقون بدي أحقون بدي أحقون يعني شكل رسمة الشفر بديه بيصير عبارة عن فوليوم من دون أي شكل صحيح اليوم وخصوصا هلأ يعني حكينا كتير عن الإجراءات التجميلية اللي ممكن تعملها أي صبية بغض النظر عن شوية المشاكل اللي ممكن تكون عم تعاني منا اليوم أي صبية ممكن إنه بده تعمل إجراء من يلي ذكرناه هون بس ما تعرف تختار كيف أنا بدي أختار الإجراء المناسب لبشرتي وكيف بدي أعرف في النوعية إنه أحسن شي تمام هلأ شوفي نحن مجرد ما نشخص المشكلة فنحن لقينا نصف الحل وهذا الموضوع صراحة مو أي حدا قادر إنه شخصه يعني أنا إذا كنت قاعدة معرفي إتي وقاعدت لي إذا تعملي هاي القصة بيطلع واو أوكي لا ما في هيك شي موضوع تشخيص المشكلة يحتاج إلى طبيب مختص أو شخص مختص وبالتالي نحن لحتى نتفادى إنه تتفاقم المشكلة وبالأساس أنا ما يكون عندي مشكلة وروح أعمل إجراء غير مناسب لهيك توجهنا للشخص المختص بقينا من مشاكل وتبعيات أخرى كتوري غزالة يعني كمان خلينا نحكي عن موضوع شائع اليوم كتير من الصبايا اللي بيحطوا ميك أب بشكل يومي ممكن طبيعة العمل نحن أقرب بمثال داعي البشرة اليوم هي بحاجة لعناية واهتمام كبير من الصبايا تمام هلأ الصبايا اللي بيعملوا ميك أب بشكل يومي هننا أكيد بحاجة أكتر من الصبايا اللي ما بيحطوا ميك أب أنه هننا نستعملوا غسولات برودكت معينة بس الفكرة أنه نحن هون عم نواجه مشكلة أنه نحن بفصل الشتاء لازم نقلل من غسيل الوجه بشكل يومي بس نحن كمان بحاجة لأنه نغسل وجهنا بشكل يومي لهيك منحاول نحن بفصل الشتاء نستخدم غسولات بحاوية على نوع من أنواع الزيوت بس اللي ما بيتسد المسام وإنما بتعطي ترتيب بس بنفس الوقت بتنظف تمام حتى شوفي هذا الموضوع حتى على فروة الجائس عفكرا نحن ما ذكرنا أنه مشكلة كتير شائعة هي القشرة قشرة الجائس اللي بتكتر بالصيف قبل العفن بالشتاء وبالتالي كمان نحن أنا هون نستخدم شامبوات أكتر دسامة أو حاوية على زيوت ونخفف نخفف يعني في معلومة أنه منحط حبوب إسبرين بالشامبولة العالمية اللي بتعاني من قشرة بالرأس صحيحة؟ هلا هو خيار يعني ما قل وضرر بس بنفس الوقت نحن عنا كتير منتجات أخرى قادرة تحل مشكلتنا من دون ما نعزب حالنا ونحط إسبرين يعني ممكن ممكن أنه أنا يكون عندي حزاسية تجاه سواغ معين فيه أو أو يعني نواجه مشكلة أخرى بأنه تتفاقم الحالة لا نحن عنا منتجات معينة الطبيب بيوصفها أو الشخص المختص بيوصفها نضمه نوجه إلاس لأنه نحن نخترع شغلات لأنه هاي الاختراعات للأمانة عم تودي لمصائب وتفاقم المشاكل صحيح طيب اليوم قديش الحالة النفسية بتلعب دور كتير كبير بتأثر على البشرة ممكن كتير تسبب لمشاكل يعني اليوم بتلاقي الشخص إن كان متضايق أو مكتئب أو زعلان من أي شيء بشر طوفوره متتحسس بيطلع له حبوب قدي الحالة النفسية اليوم لازم تكون برواء أكتر كرمال ما تأثر على البشرة هلا الأنسة بشكل عام يعني أو مو بشكل عام الأنسة خصيصاً بيعطيها خصوصية هرموناتها بتتأثر مع حالتها النفسية صحيح نحن كل ما حالتنا النفسية كانت بشكل مضطرب هرموناتنا راح تكون مضطربة وبالتالي خربطتو الهرمونات بتعمل أول شيء بتظهر عثار هي مشاكل البشرة كحبوب حتى شوفي بفترة الحمل الكلف الحملي كتير كتير شائع كمان أيضاً بيصاب اضطراب هرمونات اضطراب نفسية لأنسة بهيك مراحل فالحالة النفسية جداً مؤثرة على البشرة لهيك نحاول دائماً نكون ريلاكس رواء وبالنهاية ما في شيء أهم من أنفسنا يعني وصحتنا صحيح هذا أهم الشي يعني هذه ذكرتي موضوع جداً مهم إنه لازم نكون على طول رائعين ما شاء الله يعني إن شاء الله منضل رائعين مشان نحافظ على بشرتنا خلينا هلأ منختص بالأشخاص يعني عندهم جفاف كتير قوي ببشرتهم إن كان ببوشهم أو كامل جسمهم اليوم شبتوا نصحيهم مثلاً يستخدموا حكينا عن قبر النظارة شو بتنصحيهم إن يستخدموا من هاي الأبرية اللي ذكرتيا حضرتك هلأ إن إحنا لما قلنا إنه حالة جفاف شديدة فإن إحنا هون عنا حالة مرضية برجع بأكد الزكر إنه إحنا لازم نتوجه للشخص المختص ما بيتمنى حدا ياخد كلامي كمرجع ويقوم بهذا الإجراء لا في خصوصية لكل حالة ممكن هاي البشرة تكون فيها صدفية فيها إجزيمة فيها نوع من الإلتهاب تماماً هاد الموضوعي اللي بدي أسألك عنه إجزيمة الإيدين يعني على كتر النظافة والكحول وأنا منهم يعني والصابون وهي الإجصاص ما بقى فيديك هون المرتب أو الفازلين بصير الجلدي إن شاء يعني هون شو الطريقة حتى نحنا نحمي إيدينا هلا أكيد الترطيب هو أساس يعني نحنا حتى مع الكورس العلاجي بموضوع الإجزيمة نحنا المرتب هو كحل أساسي بالإضافة أن نحنا منعطي نوع من الكورتيزونات كمراهن تستخدم لفترة زمنية قصيرة بس حكماً تحت إشراف طبيب بالنسبة منرجع لموضوع الجفاف الشديد هي حالة مرضية تستدعي لطبيب مختص العلاج الأماني بيختلف بس إذا بدنا نحكي عن إبرة نضارع آمنة ما إلى أي تبعيات أو أي مشاكل بتنعطي ضمن كل الحالات هي إبرة الهيلولونيك أسد لأنه هي إبرة يعني تركيزه الأساسي أو هدف الأساسي هو الترطيب تنحقن بالإيديان كمعان؟ نعم أكيد تنحقن بالإيديان تنحقن بأي منطقة بالوجه وطبعا كونه في حالة جفاف شديدة فنحنا أكيد منكرر الجلسات ممكن تكون ضعف الحالة الطبيعية تمام اليوم ممكن يجي لعندك على عيادة صبايا ويقولوا لك مثلا سمعنا كثير رحنا عن إبرة البروفيلو وإبرة النضارع ومثلا حابين نعملها ممكن يكونوا ما بحاجة أو ممكن تنصحيهم اليوم باختيار الإجراء التجميلي المعينة أو ممكن يكون في تحاليل أو فحوصات قبل لحتى نتأكد من أن البشرة قادرة اليوم أنها تتحمل لهذا الإجراء هلأ شوفي هي إبرة البروفيلو هي إبرة طبيعية يعني مصدرة طبيعية وبالطالي هي ما ممكن تسبب أي حساسية ما بتصير مضاعفات تماما بس هي كفكرة أنه هي تكلفة عالية فأنا إذا عندي صبية هي معنى بحاجة ونحنا قادرين نستبدل هاي الإبرة بإجراءات أقل تكلفة وكمام تعطيها نفس النتيجة أكيد أنا بالنهاية مكان يعني أنا كحدة مختص عندي أمانة أبل موضوع تجارة فأيه بنصح الصبية إذا هي بحاجة هاي الإبرة أو مونا بحاجة وغالبا إبرة البروفيلو بتكون للأعمار صراحة لفوق الأربعين لأنه مثل ما أنه هي هدفة ترتيب وشد فما تحت الأربعين لا ممكن نحنا نتخذ إجراءات أقل تكلفة وأبسط منها ممكن كمان دكتورة هذه الجفاف يظهر عنا بعض الخطوط نحن نفكرها علامات شيخوخة أو يصير عنا خوف من هذا الموضوع كل العالم ومو بس الصبايا حتى شباب هلأ عم نشوفهم عم يحقنوا بكل إريحية بوتوكس ولا فيلار وعم يهتموا ببشرطن اليوم كيف أنا بدي فرق أنه هاي خطوط علامات تقدم هاي خطوط تعب أو هاي خطوط من نتيجة الحالة يعني اللي عاشينا هي الجفاف أوكي هلأ أنا لما بلاحظ وجود خطوط دقيقة ما كتير بهمني موضوع التشخيص تمام يعني هون بصير معنو كتير مهم يعني ما في خطوط مؤقتة لا ما في خطوط مؤقتة يعني هي مجرد ما ظهرت الخطوط فهي رح تبقى فأنا هون بس على الحل أكتر من التشخيص بعكس مشاكل تانية بهمني التشخيص حتى أنا حل السبب بس كونه بما أنه ظهرت هاي الخطوط فهي ظهرت فنحنا ما عاد نقدر نوقي نفسنا وإنما نحن ناخد إجراءات لحتى يا نحسنا يا أما نمنع من الزيادة هلأ طبعا أكيد نحن فيه أنواع اللي هي خطوط التقدم بالعمر بتظهر عنده الأشخاص مع بعض 30 كونه بينقذ إنتاج الكولاجين فيه الخطوط اللي هي بتظهر بالبلدان اللي فيها شمس أكتر من البلدان الباردة لأنه الشمس بتزيد من ظهور الخطوط الرفيعة أيضا البلدان الجافة لأنه نحن إذا حكينا عن بشرة جافة يعني عم تترافق مع حكة وظهور تجاعد ولهي تلاقي أصحاب البشرة الدهنية هنا أصحاب أقل عرضة لموضوع الخطوط وتلاقي بشرتهم أكثر شباب يعني ممكن يوصل لعمر الأربعين 45 ولسه ما باين عليهم العمر طبعا أنا منهم الحمد لله تمام اليوم يمكن بتلاقي كثير من الصبايا اللي بيكونوا متخرجين كلية الصيدل أو الأخصائيين بداية مشوارهم بلجأوا لصناعة مواد طبيعية مواد تجميلية بيقولوا لك كريمات مرتبات سيرومات طب هل هذا الشيء هدول الأمور آمنة اليوم وممكن تعطي نتيجة فعالة؟ في مكونات آمنة ولكن حتى المكونات بما أن مواد طبيعية ممكن حتى لمواد طبيعية حتى المواد الآمنة لك ممكن إذا تعرضت صبية عندها كوبيروز يعني عندها شعيرات دموية أو وردية نحن نسميها بالعمومية إذا تعرضت لهذه المواد فهي تصير عندها حساسية وبدو تصير عندها أزية فلا حتى المواد الطبيعية لأنه أصلا في مواد طبيعية الفعالية طبعا عالية يعني نحن ممكن ما نتوقع أنه ممكن تسبب هالأد تحسس أو هالأد أحمرة أو هالأد تهيوج لا أي شيء أيا كان ما عادة المياه طبعا المياه هي صديقة البشرة أكيد وما في مشكلة ما عادة المياه لا لازم تكون بحذر تحت إشراف مهما كان ذكرتي يا دكتورة كمان أنه الأشخاص اللي بشرتهم دهنية بالصيف ممكن تصير جافة بهذا الفصل بالشتوية وتأدي لحكة نعم شو نعمل هون مثلا كيف بنا نحنا نعرف أو أعطينا وصفة لهذا الموضوع اللي لاهدون الناس بالذات أنه اللي بشرتهم بالصيف دهنية والشتوية أنا بتوصل معي لحكة حكة هلا نحنا مجلد ما لاحزنا قشور بيضة على الجبهة أو هي بتصير أكتر شي على الجبهة على الأنف عند الخد مجلد ما لاحزنا قشور بيضة أحمرار حماوة أو حتى حكة معتوا نحنا صار عندنا هون حالة جفاف كونه بشرة دهنية فنحنا بنا نعملها بشوي خصوصية أنا ما بدي حلل لموضوع الجفاف وفوتها بمشاكل تانية اللي هي ظهور حبوب أو توسع مسام صحيح فبدي اختار نوع مرتب يكون حاول على زيوت ممتصة وليست بس أنه تعملي طبقة عزل لا بدي اختار نوع مرتب أو نوع مثل شو مثلا؟ مثل شو ما فيني أذكر أسماء تجارية بس يعني مثلا الكريمات اللي بتحتوي على غليسيرين مخفى أو على هيالورونيك أسد وزنه الجزائي خفيف بحيث أنه هو يتغلغل ويعطيني الترطيب من العمق أما مثلا ما بوصف لفازلين لأن الفازلين بيعمل طبقة عزل سطحية وبالتالي بزيد عندي مشكلة المسام بزيد عندي مشكلة الحب تماما بالختام معلومات طبية وصحية كثير مهمة لكل الصبايا اللي تابعونا بدنا نشكرك كثير الدكتورة غزل العتيق اختصاصية جلدية وتجميل وعناية بالبشرة أهلا وسهلا فيك أهلا فيكم شكرا لك دكتورة أهلا وسهلا فيك